السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الحمد لله البنكود وصلني فحبيت اشارك تجربتي معاكم وقال لكم ايه اللي حصل بالزبط وعملت ايه والبنكود جاني فقد ايه انا اول حاجة لما كملت ال 10 دولار جاتني رسالة على جيميل ان انا خلاص البنكود في الطريق ليا وهيجي في فترة من اسبوعين لاربع اسابيع انا كنت سمعة قبل كده ان هو بياخد فترة طويلة يعني ما استعجلش وما قلقش ممكن ما يجينش من اول مرة لان في ناس كتير ما جلهش من اول مرة المهم ان انا ما استعجلتش يعني فضلت مستنية حوالي 3 اسابيع قلت بقى خلاص اروح مكتب البريد اسأل يعني ان كان جاه او لقى رحت مكتب البريد بالفعل يعني فقابلت موظف البريد هناك قال لي هو البنكود بياخد فترة طويلة ما تقلقش يعني ممكن يجيلك بعض شهر كمان فما تقلقش فقلت له خلاص ما فيش مشكلة فاخدت رقمه يعني وقلت له ان انا هكلمه كل فترة اتصل بي يعني كل فترة واشوف ان كان جاه ولا لأ المهم انا كنت كل 4-5 ايام اكلمهم هناك في المكتب فاخر مكلمة كان عد حوالي 40 يوم لما كلمت مستر مصطفى قال لي اه رقم بتاع الجاه البنكود موجود عندنا هنا في المكتب انا بصراحة سمعت الكلمة دي ما صدقتش كنت فرحانة جدا 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 لان انا عارفة ان هو بياخد وقت طويل ممكن اطلبه مرة واثنين وثلاثة واربعة وممكن افعل بالبطاقة في الاخر يعني والموضوع طويل انما يجيني من اول مرة بصراحة انا كنت فرحانة جدا ومبسوطة اول ما سمعت ان هو جاه كنت جاري لبست وروحت على طول اخدت الرسالة بتاعتي اخدت الجواب بتاعي يعني وجيت روحت البيت اول مرة طبعا اشوف حاجة زي كده حتى انا ما كنت شفت فيديوهات قبلي كده للبنكود اه متخيلة بقى وانا بفتحه وهالاقي وجوه مثلا ورقة اي حاجة لقى بفتحه وملقتش في حاجة اه ببصي كده بقى في ظهر الورقة لقيت الرقم بتاعي اه هو عبارة عن رقم بيبقى موجود في الجواب من ورا اه ما فيش حاجة تانية بقى موجود رقم التعريف بتاع lead اي انا ما جيت بقى مالية الاستمرار بتاعتي او مالية البيانات بتاعتي اه كنت كتبة معرفش بقى ده السبب انه جاني على طول ماتخرش او لقى مكتبي البريد اللي جامبي المكتب الرئيسي مش الفارحي فانا كتبت في البيانات بتاعتي المكتب الرئيسي فمعرفش بقى ده اللي خلي доб GET لي يجيني على طول ماتقخرش اه او بقى اتسهيل من عند ربنا بصراحة معرفش بس لما يجيني من اول مرة دي حكويسة جدا وبصراحة انا كنت فرحانة جدا بالموضوع ده ولما اخدت الجواب اتصورت مع مستر مصطفى اللي معايا في الصور ده مستر مصطفى موظف مكتب البريد اخدت بقى الورقة وروحت البيت سيما بقول لكم فتحت الجواب لقيت الرقم موجود من جوا اخدت الرقم وروحت على ادسنس هناك فتحت الرسالة بتاعت ادسنس لقيت ان هو عايز رقم التعريفي كتبت الرقم اللي موجود عندي وخلاص لقيت بقى خلاص بقى انا زبطت كل اللي كان موجود عندي في ادسنس كل حاجة موجودة تمام كتبت الرقم بتاعي تمام خلاص كده هم وانزاح من على قلبي ان هو يجيني من اول مرة دي حاجة انا مفتوطة بها جدا يعبالكم كده يا رب كلكم يجي لكم من اول مرة هون مجاش من اول مرة ممكن يجي من تاني مرة من تالت مرة ناس كتير فعلت بالبطاقة في الاخر يعني وان شاء الله برضو اعمل لكم فيديو اقول لكم على القبض بتاعي هيبقى من اشتركوا ان هيبقى بالضبط وعملت ايه وقابلكم في فيديو تاني ان شاء الله واشوفكم على خير اشتركوا في القناة